أمير الفقراء رمز العدلة الاجتماعية والكرمة الإنسانية والاستقلال الوطني إنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لا تزال ذكراه في قلوب وعقول جماهيره في مصر والوطن العربية بكلماته الرنانة وإنجازاته التي عبرت عن طموحات وأحلام الشعوب التي عانت من الاستعمار والتهميش والحكم الشمولي كان الرئيس عبد الناصر بالأساس مهتم بالمواطن البسيط أن يوفر له حياة كريمة وترجم تلك الحياة الكريمة للدعم كامل لحياة المواطن البسيط تعليم مجانا مراكز ثقافية مجانا دعم في كل القطاعات خمسون عاما مرت على رحيل ذاك القائد التاريخي الذي ارتبط اسمه بحركات التحرر والاستقلال التي تجاوزت حدود بلاده لتصل إلى قرات أسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بعد خمسين سنة على رحيل عبد الناصر تبقى الفكرة الوطنية يعني أنا لست ضد التصنيف السياسي لمرحلة أنا مؤمن بأن الحركة الوطنية المصرية هي حلقات متصلة وليست جزر منعزلة في رأيي أن إرس عبد الناصر هو قابل للاستدعاء في أي وقت جمال عبد الناصر القاد الفعلي لثورة يوليو عام 52 كان قادرا على تجسيد الإرادة الشعبية العربية ورمزا للوحدة والقومية العربيتين استوحيت الكثير من الثورات القومية في الوطن العربي من أفكاره ومبادئه أرحل زعيم الأمة ناصر العروبة لكن مبادئه وأفكاره وإنجازاته ومشاريعه القومية لا تزال حاضرة تحكي عن محطة تاريخية من أبرز محطات نهضة مصر والوطن العربي خالد أبو عرب القاهرة الميادين